أولادي وبنادي طلبة الصف الثلاث السنوي أهلا وسهلا بكم في امتحان أحياء على المناعة في النبات وإن شاء الله يكون نيكوا استفادة كبيرة وطبعا الامتحان يتناول المناعة في النبات ونشوف الأسئلة مع بعضنا وبنحاول نحل ونفكر في السؤال ونختار الإجابة الصحيحة مع بعض ونشوف أول سؤال بيقول لنا اللي هي أي البدائل صحيح عن وسائل خط الدفاع الأول ضد مسببات الأمراض في النبات يبعاوز خط الدفاع الأول ضد مسببات الأمراض في النبات وعاوز اللي هي في الجدول المناعة التركيبية الطبيعية والمناعة التركيبية المكتسبة المناعة التركيبية الطبيعية الجدار مناعة تركيبية طبيعية التيلوزات تكوين الفلين شمع الكويتين طيب احنا عندنا ايه عندنا الجدار والشم مناعة تركيبية طبعية المناعة والشم مناعة تركيبية طبعية طيب يبقى تنفع الجدار وتنفع الشم في الاختيار بتاع ينفع الف وباق ودال مناعة تركيبية مكتسبة الشمع الكويتين دي يدون مناعة تركيبية طبيعية. تكوين الفلين. لأ دي نتيجة الاصابة. الجدار تنفع بس مش مناعة تركيبية مكتسبة. دي طبيعية. آآ ترسيب السموغ مناعة تركيبية مكتسبة. يبقى الاختيار بتاعي هو الاختيار دال. ده الاختيار الصح. اي المواد الكيميائية التالية يتوقع وجودها في جدار التيلوزات. طيب احنا عارفين التيلوزات بتتكون نتيجة نمو والخلايا البرانشيمية وتمتد داخل النقر. يبقى اذا ما عندناش فيها لجنين. يعني مش ينفع اللجنين في الجدار بتاع التيلوزات. يكن ينفع السليولوز فقط. اي وينفع سليولوز فقط. مش هينفع سليولوز ولجنين. مش هينفع سليولوز وكيوتين. لكن هو اللي موجود في الجدار يكون سليولوز فقط. عشان تتكون اللي ايه? التيلوزات. تعتبر الصورة المقابلة. آآ وتعبر الصورة المقابلة عن اختراق مباشر للخلية النباتية بوسطة البكتيريا. ولا اختراق غير مباشر للخلية النباتية بوسطة البكتيريا. ولا اختراق مباشر للخلية النباتية بوسطة الفطريات. ولا اختراق غير مباشر للخلية النباتية بوسطة الفطريات. طبعا بنبص على فكرة الاختراق المباشر ولا غيره المباشر. اختراق مباشر من خلال الفطر لخلايا النبات بدون وجود جرح أو قطع للنبات فده يعتبر اختراق مباشر لكن لو في قطع أو جرح في النبات ده اختراق غير مباشر يبقى كده فطر وبيكون غزل فطري والفطر كائن حيوي وده يعتبر اختراق مباشر للخلية النباتية بواسطة الفطريات يبقى الاختيار بتاعي اللي هو الاختيار اختراق مباشر للخلية النباتية بواسطة الفطريات تقوم بعد انواع الفصولية المقام للفطريات بتكوين مادة تمنع انبات الجرحيم الفطرية اي الاليات تنتمي اليها هذه المادة اللي بتمنع اللي تمنع اللي هي الفطر ان يكون جرحيم الفطر تمام فعندنا فينولات عندنا احماض امانية غير بروتينية عندنا المستقبلات عندنا انزيمات نزع السمية طب بالنسبة للفنولات والجلوكوزيدات مركبات سامة تقتل الكائن المبرد ولها دور في مقاومة البكتيريا والفطريات يبا اذا هي لها دور في مقاومة البكتيريا والفطريات يبا الفينولات تنفع تمام الفينولات لها دور في مقاومة البكتيريا والفطريات وبتمنع تمام وتقوم طبعا اللي هي منع انبات جرسيم الفطر يبا مش الاحماض الامنية غير البروتينية مش انزيمات نزع السمية مش المستقبلات اللي تنفع الفينولات والجلوكوزيدات شوف السؤال بعد كده بيقول لنا رسمة بيقول جميع البدائل التالية صحيح عن الوسيلة المناعية الموضحة في الشكل ما عدا هل يعني هو عاو الصحيح كله ما عدا حاجة خطأ يصاحبها قتل لبعض الخلايا المصابة طبعا ده كلام صح تنشأ في المراحل الاولى من الاصابة برضو صح تعتبر من وسائل خط الدفاع الاول ولا خط الدفاع التاني هي خط دفاع اول مش خط دفاع تاني يبا العبارة دي هي اللي ايه اللي خطأ وهي اللي اختارها لان هي خط دفاع اول بتهدف لمنع المقربات من الانتشار خلال الانسجة ايوة تمنع الانتشار لكن هي تعتبر من وسائل خط الدفاع الاول فدي خطأ فاخطارها وهنا طبعا حساسية مفرطة اللي في الرسم اللي بتكلم عليه دي الحساسية المفرطة الشكل المقابل يوضع خلية نباتية قبل وبعد الإصابة استنتج مال آلية المناعية التي حدثت في داخل الخلية طيب الخلية قبل الإصابة وبعد الإصابة قبل الإصابة الخلية ما كانش عندها المادة المناعية اللي تكونت عقب الإصابة فمش هتكون مستقبلات لأن المستقبلات موجودة قبل الإصابة مش هتكون اللي هو السيفال والسبرين ده موجود قبل الإصابة مش هتكون الكانة فنين لكن هي البروتينات المضادة للكائن الممرض انزيمات نزع السمية انزيمات نزع السمية بتتكون عقب الإصابة جميع مصادر الخطر ذاتة طبيعة حيوية معدى المن طبيعة حيوية بكتيريا السل طبيعة حيوية الأميبة طبيعة حيوية يبعين دينامين اللي هو مش طبيعة حيوية الزلزال دي كوارث طبيعية يبعين دي ضمن الكوارث الطبيعية وده اللي نختارها جميع مصادر الخطر ذاتة طبيعة حيوية معدى الزلازل يعتبر حقق الصد الأول عند النبات لمقامة الميكروبات الأدمة الخارجية ولا الجدار الخلوي ولا التيلوزات ولا الفلين ده سؤال مباشر حقق الصد الأول الأدمة الخارجية حقق الصد الأول لكن ده الواقي الخارجي ودية التيلوزات تتكون عند حدوث قطع أو أصابة للنسيج الوعاي الفلين عند حدوث قطع أو تمزق للنبات يبقى الاختيار بتاع الصح هو الأدمة الخارجية الأدمة الخارجية نشوف بقية الامتحان ونشوف السؤال اللي بعد كده بيقول لنا جهاز النقل في النبات يقابله إيه في الحيوان أكيد جهاز النقل في النبات بيقابله جهاز الوعائي في الحيوان والجهاز الوعائي في الحيوان الأوعية الدموية مش الأعصاب مش الجهاز العضلي مش الجلد يبقى هنا نختار الأوعية الدموية وهي تشابه جهاز النقل عند النبات الكانة في نين هو حمد أميني بتنتجه بعض أنواع النباتات لحمايتها من الكائنات المسببة للمرض وتوضح الصورة التالية إنه يجب في تركيب حمد الأرجنين وهو حمد أميني تستخدمه الكائنات في تصنيع بروتينات خاصة بها استنتج آلية عمل الكانة في نين في حماية النبات من المسببات المرض يسبب انتفاع جدران خلايا البشرة وبالتالي يمنع دخول مسبب المرض ولا يسبب لجنانة جدار الخلايا وبالتالي يمنع دخول مسببات المرض يحلل السموم ويفرزها مسبب المرض بتستخدم مسببات المرض في تكوين بروتينات سامة تؤدي لقتلها طبعا نمسك واحدة واحدة ونشوف ايه الصح يعني آلية عمل الكانة في نين في حماية النبات هل يسبب انتفاع جدر الخلايا البشرة لا مالوش دعوة دي مناعة تركيبية خلوية مناعة تركيبية خلوية يتسبب في لجنانة جدران يعني يتكوى اللجنين لا طبعا يحلل السموم اللي بيفرزها اللي بيحلل السموم ويتعامل مع السموم انزيمات نزع السمية لكن بالاستبعاد بتستخدم مسببات المرض في تكوين مواد سامة تؤدي الى قتلها يبا هنا دي الاجابة بتاعت الصح تستخدم مسببات المرض في تكوين بروتينات سامة تؤدي الى قتلها سامة 11 حث النبات على مقاومة الامراض النباتية يبا اسمه دي طبعا حاجة مباشرة المناعة المكتسبة حث النبات على مقاومة الامراض النباتية يعرف بالمناعة المكتسبة مش هيكون تركيبية مش هتكون تركيبية ولا بايو كيميائية ولا خلوية لكن الاجابة الصحة بتاعي مناعة ايه؟ مكتسبة نشوف كده ونكمل ونشوف بقية الامتحال وبيقول لنا الشكل اللي قدامنا دوت بيقول لنا اي البدائل صحيح عن مسبب بالمرض اللي بتتعرض للخلية النباتية النباتية اللي خلية النباتية زي ما احنا شايفين بتتعرض لكائن ممرض وبيسألني عن الكائن الممرض دوت بيقول لنا نوع مسبب المرض هل حيوي ولا كيميائي ولا فيزيائي ولا حيوي طب نرجع تنو نشوف ايوة مسبب المرض حيوي يبا نختاري ألف يا ديل طب الحيوي ده يمكن تلافيه او علاج المرض اللي هيسيبه بزوال السبب لا يعني هنا يمكن تلافيه ولا قد يؤدي لموت الخلية النباتية طبعا هو قد يؤدي لموت الخلية النباتية يبا ده الاختيار الصحي بتاعي يؤدي لموت الخلية النباتية يكن مش هيمكن تلافيه وهو مش كيميائي ولا فيزيائي يبا إذن الاختيار ديل الاختيار الصحي اختيار ديل ما نوع آلية الدفاع التي تطورها كل من الثعابين والفقران يعني إذن فيه آلية عند الصعبان وعند الفور بيستخدمها عشان يبتدي يدافع عن نفسه طب السعابين هل جري ولا إفراز سموم ولا تمويه ولا إفراز سموم يبا أنا عندي الاختيار باقي ينفع إفراز سموم والاختيار دي لينفع إفراز سموم طيب الفقران تمويه لا طبعا مفيش تمويه تمام آآ جري أيوة تنفع إيه الجري الفور جري يبا ده اختيار صح إفراز سموم لا طبعا ايه التمويه لا يبا هو الاختيار بتاع الصح اللي هو الاختيار باقي يكن هو هنا كده هو إفراز سموم وتمويه يبا الأولى صح دي إفراز السموم يبا نختار الاختيار باقي نكمل ونشوف بقية الامتحان بتاعنا وبيقول لنا السعير رقم 14 أي من مالي يعتبر من مسببات الأمراض الكيميائية المصدر يبا يعوزين مسبب مرض كيميائي طب مين يا طرى مسبب مرض كيميائي هل حشرة المن كيميائي ولا حيوي حشرة المن حيوي يبا مش ينفع نختار طبعا حشرة المن طيب نشوف الاختيار الثاني الطربة غير الملأمة برضو دوت مش كيميائي الجفاف برضو مش كيميائي لكن المبيد الحشري كيميائي بدل اختيار الصح المبيد الحشري مش حشرة المن ولا الجفاف ولا الطربة غير الملأمة اي البدائل التالية تمثل نوع الادمة الخارجية لكل من صمار التفاح والكيوي على الترتيب يبا عوزين ليمثل الادمة الخارجية للتفاح والكيوي التفاح شعيرات ولا كيوتين ولا أشواك ولا كيوتين يبا ينفع باء كيوتين وده الكيوتين يبا نستبعد ألف نستبعد أشواك طيب الكيوي شعيرات ولا أشواك أكيد شعيرات يبا مش ينفع الاختيار اللي فيه أشواك يبا عندنا الاختيار باء هو الاختيار الصح الكيوتين في التفاح والشعيرات من المركبات الكيميائية السمة التي تعمل كمواد واقية للكائن الممرض مواد واقية الكائن في مين والسفالو لسبرين يعمل كمواد واقية وده أحماض أمينية غير بروتينية تعمل كمواد واقية وتشمل مركبات كيميائية سامة للكائن الممرض يبا هنا اختيار مش الفينولات ولا الجلوكوزيدات ولا جميع ما صبق يكن هناخد الكائن فنين والسفالو لسبرين ما العلاقات الغذائية المحفزة لجهاز المناعي لدى الكائن الحي عاوزين حاجة تحفز جهاز المناع علاقة الترمم لا عراقة الترمم ده مع حاجة ميتة بكتيريا فطريات بتتغزع لأجسام ميتة نبات وحيوان يبقى ده مش تنفق علاقة الافتراس بتنتهي بأكل الفريسة يبقى مش هي اللي تحفز جهاز المناعة علاقة التكافل في حاجة بتستفيد وحاجة تاني بتستفيد يعني فيه تبادل نفع زي العلاقة تمام اللي هي بين مثلا البكتيريا اللي هي العقادية ونبات الفول اللي اتنين بيفيدوا بعض يبقى ده علاقة التكافل ما تشجعش جهاز المناع يبقى اذا علاقة التطفل اللي هو البلهاريسيا لما تتطفل مثلا معاه الانسان او بلازموديوم الميلاريا تمام يبتدي يشجع ويحفز جهاز المناعة وعنده دخول بكتيريا او نوع من الفيروسات داخل الجسم يحفز جهاز المناعة ويبقى ده علاقة ايه التطفل يبقى التطفل ان فيه طفيل وفيه عائل الطفيل يستفيد والعائل يعني ضرر وهنا الاستفادة وطبعا جهاز المناعة بيحصل له تحفيز عشان يواجه الكائن اللي هو الطفيل دوت نشوف بعد كده يقول لانه نسيج مراستيمي انشائي يعطي طبعا لحاء للخارج وخشب للداخل فيشتغل على الجهاز الوعائي ويبتدي يكون الجهاز الوعائي الكامبيوم وهو نسيج انشائي مراستيمي فيبتدي يزيد من الكتر بتاع الصاق طب لما يزيد من كتر الصاق هيحصل تمزق ويبتدي يكون الفلين ويكون الصموغ يبه دا يتكون نتيجة زيادة كتر الصاق يبه اذا العبار الاولar صحيحة والتانية خطأ ولا العبرتين خطأ ولا العبار الاولar خطأ والتانية صحيحة ولا العبرتين صحيحتين اكيد طبعا العبرتين صحيحتين لانه فعلا بينقسم الكامبيوم ايو بينقسم في صاق النباتات الشاهقة ويزود الأوعية الناقلة اللحاء والخشب ولما يحصل تمزق نتيجة كتر الصاق يزيد هيبتدي يكون في اللين وسموه في العبرطين صح مش العبارة الأولى صحيحة والتانية خطأ ولا العبرطين خطأ ولا العبارة الأولى خطأ والتانية صحيحة آخر سؤال معنا تكوين التيلوزات طبعا التيلوزات هي نموات زي إده بتنشأ نتيجة تمدد الخلايا البرانشيمية المجاورة لقصيبات الخشب وتمتد داخلها من خلال النقر وبالتالي بتمنع حركة الكائن الممرض لوصول إلى الخلايا طبعا من خلال جهاز النقل اللي هو القصيبة والأوعية طبعا بيتكون فين التيلوزة نروح نرجع للرسمة ونشوف التيلوزات بتتكون فين هتلاقي التيلوزة بتتكون في المنطقة أعلى الكائن الممرض فقط ولا في المنطقة أعلى وأسفل ولا في المنطقة أسفل الكائن الممرض ولا داخل جميع أوعية الخشب في النبات لا طبعا مش داخل جميع الأوعية ومش في الأسفل فقط ولا في الأعلى فقط لكن هي بتتكون في الأسفل والأعلى عشان تعيق حركة الكائن الممرض والنبات بيحافظ على طبعا حياته لأنه بيمنع انتشار الكائن الممرض لأنسجته السليمة كده حلينا مع بعض امتحان خاص في المناعة في النبات وإن شاء الله هنلتقى في امتحان المناعة في الإنسان جزء أول ونطلب منكو طبعا تالت السنوي إن شاء الله طبعا ضعوة صالحة ولايك وشير وتشارك كل صحابك ويوصل لك إن شاء الله كل جديد وأعلى الدرجات وطبعا دكاترة المستقبل